مواقع عسكرية جديدة تنضم إلى قائمة المواقع المخررات التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من قبضة الميليشيا الحوثية في محافظة صعدة في مديرية رازح بالتحديد الواقعة الشمال غربي المحافظة تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد جويا من مقاتلة التحرف العربي من تحرير عدد من واقع العسكرية الاستراتيجية فيها بعد معارك عنيفة مع عناصر الميليشيا وبحسب قيادة اللواء السابع حرس حدود فإن قوات الجيش الوطني سيطرت على مناطق الأزهر والحجلة وقررت بني معين والحنكة وقلة فراس ما يجعل قوات اللواء تصل إلى مشارف مركز المديرية جاء ذلك بالتزامن مع غارات جوية شنتها مقاتلة التحارف خلال يوم الماضيين أدت إلى مقتل ثلاثين من عناصر الميليشيا في جبل القد ومركز المديرية أما في الجبهة الشمالية من المحافظة تنتقل قوات الجيش الوطني من مرحلة التقدم في رازح إلى مرحلة الصد وإحباط الهجمات الحوثية في مديرية باقم فبحسب قيادة اللواء 63 مشاه فقد حاولت عناصر من الميليشيا التسلل إلى موقع الجيش في جبال السبهطل والقعم الواقعة في المديرية بغرض استعادة السيطرة عليها إلا أن قوات الجيش الوطني تصدت للمحاولة وأحبطت الهجوم المفاجعة على مواقعها في معركة خلفت قتلى وجرح من الطرفين في حين شنت مقاتلات التحالف غارات على موقع عسكرية تابعة للميليشيا في وادي الثعبان وجبل الشعير خلفت قتلى من عناصرها وتسببت بتدمير آلية ومعدات عسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر